السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى من الله أن تكونوا بالخير وصحة جديدة يليتبعد إزالكم من تشتركوا في القناة وتفعيلوا يزور الجرس وتعملوا بلايك عشان نوصل لكم لديه والآن وفيكم ببيان مهم بشأن حالة التقص غدنا سلساء تقلبات جوية سريعة بيان مهم بشأن حالة التقص غدنا ثلاثات تقلبات جوية سريعة تفاصيل إعلانات الهيئة العامة لرصاد الجوية عن حالة التقص غدا 1 اكتوبر والظواهر الجوية المتوقعة في مصر على كافة الأنحاء حيث يسود تقص معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارا عن أغلب الأنحاء شديد الحرارة على الجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا لافتة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتاخرة من الليل بيان مهم بشأن حالة التقص غدنا الثلاثات تقلبات جوية سريعة تفاصيل حالة التقص غدنا كشفت الأرصاد الجوية في بيانها عن التقص غدنا يسود تقص معتدل الحرارة في الصباح الباكر محذرة من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تصل سرعة الرياحة من 50 إلى 70 كم ساعة واردفاع الموجة من 2.5 إلى 4 متار وحذرة الأرصاد الجوية من تقوين الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الضرعية والسريعة والقريبة من المسطعة المائية كما تنشط الرياحة أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بيان مهم بشأن حالة التقص غدا الثلاثاء ورسلت خراءة التقص توافر فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الثلاثاء واحد اكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة حالة البحر البحر المتوسط مضطرب وارتفاع المواجه من 4.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح الشمالي غربية ذريات الحرارة غدا التقص العظمى والمحسوسة القهرة الكبرى والوجه البحري 30 31 السواحل الشمالية الشرقية 27 29 جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 33 35 شمال الصعيد 31 32 جنوب الصعيد 35 36 وبهذا قد أفرناكم ببيان مهم بشأن حالة التقص غدا الثلاثاء تقلوبات جوية سريعة تفاصيل لا تنسوا إشتراك في قناة في زر الجرس دعمنا برأيك والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر